هاي الفيديو المرضي مختلف شوية هنتكلم عن الولادة الجمل والكلمات اللي تسمعوها وعايزين تقولوها وعشان تفهموا الدكتور ده كان حد طلبوا مني فهون عملتوا الحاجات اللي الدكترة او الممرزين هيقولوها لكو او هيسألوها لكو عندك اي ألم حسب حركة البابي او بابي تحرك حسب اي انكبو دوت طبعا دسويلو هو بيسألو لو انت عايزة تقولي عمتا انت حسب حركة البابي او حسب انكبو دوت هاتشيلي دو يو هاتحطي اي لو مش حسب هتقولي اي حاجة ما اللي تندول استنادر ده اكنينا اكنيك في المستشفى وبيسألوكي الأسئلة دي عشان تعيش اللحظات دلوقتي دي حاجات من الحاجات اللي بيسألوها طبعا في حاجات تانية على حسب الدكتور ومستشرة بس يعني حاولت اجملكو اكتر حاجات بيت تقيل انت مرتاحة دي مثلا ممكن تتقيل لو انت نايم على السرير وهما بيضبطوا الدرجة السرير فبيسألوك انت مرياحك الدرجة دي او لا بتفضلي بلدة طبعية ولا كويسرية C-section اللي هي الكويسرية وnatural birth اللي هي الولدة طبعية طبعا سوال ده هيسألوه قبليها رتي بتروحي الجهزة عايزة حقنة البنج النسفي الابدورال هي حقنة البنج النسفي ولا البنج الكل فل بادي انستيجا بنج كلي دي وانت بيبي تجربة دي وانت بيبي تجربة دي وانت بيبي عاوزة البيبي الختن طبعا كل الاسئلة اللي الديو بتجربوا بيس او نو اصل الاسئلة would you allow us to do an emergency C-section if we saw the need for it would you allow us to do an emergency C-section if we saw the need for it دي وانت بيسألوه هالك بردو قبل ما تروحي المستشفى يعني يابليها مسام كام يوم انه لو هما شايفين ان الحياة تستدعي ولادك هي صارية تسمح لهم بكذا ولا لا في الحالة دي توفق ان انت تغذي حقنة البنج النسفي او لا برضو كل اسئلة دي Do you agree to be induced Do you agree to be induced الموافقة تغذي الطلق الصناعي خلاص كده دخلنا بقى على اللحظات الحاسمة Are you ready? Are you ready? انت جاهزة Change into the hospital gown Change into the hospital gown غياري والبسي روبي المستشفى هو الترجمة مش حرفية بس انا بحاول اوصل لكو المعنى اكنكو يعني في مصر Do you need any socks? Do you need any socks? شربات طاعت المستشفى كويسة عشان هي non slip ففيها زي حاجات كتا تحت بتخليكم متزحلقوش وانتو ممكن كي تبردوا فاقولوا اوكي يعني انت تغذوا الشرب Do you need any blankets or pillows? Do you need any blankets or pillows? محتاجة غطى او مخدات Blankets هي جمع غطى بس ما عرفش غطيون وبيلوز اللي هي المخدات طبعا لو عايزة زيادة او للحد اللي معاكي طبعا Do you want skin-to-skin contact once the baby is born? Do you want skin-to-skin contact once the baby is born? الskin-to-skin contact دي لما بالبيبي تولد قبل ما يحموه قبل ما يلبسوه اي حاجة بيدوهولك لأو المسكي فهل انت عايزة دا او لا you may take pictures but you're not allowed to take videos you may take pictures but you're not allowed to take videos معظم المسكي شفيات بتقولكو مسمح لكو تصوروا زي ما انت عايزين في الولادة بس ممنوع الفيديوهات who do you want with you in the delivery room who do you want with you in the delivery room عايزة مين معاكي في الولادة اللي جابة بقى بتخطوري my husband my husband my mom my mom my sister my sister my aunt my aunt بالترتيب جوزي ماما اختي خلتي وعمتي you will be getting your epidural now bend down hold your legs and stay still you will be getting your epidural now bend down hold your legs and stay still كل دكتور لطريقة ففي مثلا دا كاترة بتنايمك على جنبك على السرير المستشفى وفي دا كاترة بتخليك توطي لقدام وتمسكي رجلك فدي يعني زي مثال عشان لو قالوا لكم كانت تفهموا ايه اللي بيحصل فهي الحونة بتخش في الظهر اكاي فلو هم قالوا لكم بجوم لديها معناها ان هو هيديك حونة البنك لنسبة الوقتي وطي ومسكي رجلك وما تتحركيش stay still ما تتحركيش don't move don't move برضو معناها ما تتحركيش لازم تثبتوا علشان لو بيديها في العمود الفقر يعني فلازم تكونوا سبتين do you feel any pain do you feel any pain بعدما تغدوها بيسألوك اذا كان المنطقة نميلي شوية ولا لسا حاسم بوقع do you feel any pain يعني حسب اي وقع do you need help going to the bathroom do you need help going to the bathroom حوزة مساعدة نستروي الحمام حد مسلا نستندك او حقا دي بقى للبلاد الطبيعية you are كذا centimeter dilated you are كذا centimeter dilated يعني الروحة مفتوحة كم صنطي ده للنسي اللي هتقول الطبيعي بيقول لكل شوية بيعود يقول لها فتح كم صنطي عشان تجايز نفسها I'm going to break your water I'm going to break your water دي الماء اللي حولي البابي ساعات الدكتور بيتطر ان هو هو اللي ينزل ماءة البابي فدي لو قالها لكم عشان برضو تفهموا اللي بيعصل اكي دلاتي على الولادة الطبيعية push push يعني ادفعي ادفعي البابي stop وقف توقفي ما تعمليش حاجة breathe breathe تنفسي take a deep breath take a deep breath يعني خوضي نفس عميك دي اللي هتعملوها ف دائما ان الدكتورة بتقول اه اتدربوا مع نفسكو على التنفس عشان لما بتقووا في الموقف اه في ناس مسلا بتتخض جامل فلو هو ايه اعمل ايه اعمل ايه فيقولوا لها اتنفسي بالراحة فهو ده اما حاجة باستعرفوا انه ايه لما يقول لكم push push لما يجلو stop تقفوا inhale inhale يعني شهيك exhale exhale يعني زفير اخر ستبقى او قبل الاخير اللي هو لما الدكتور يقول I see the head I see the head مع انه شايف روز البيبي كده خلاص البيبي هيتولد اخر با حاجة هتبقى the baby is out but the placenta isn't so you need to push again the baby is out but the placenta isn't so you need to push again انتو بتبلدوا مرتين بتبلدوا اول البيبي وبعدها بتبلدوا المشيما فهوما في الحتة دي بيقولوا البيبي خلاص اتولد بس المشيما لسه فادفاعي تاني تبقى اسهل يعني من البيبي نفسه اكيد عشان بتبقى اصغر do you want to feed the baby or do you want us to feed him او her طبعا do you want to feed the baby or do you want us to feed him or her عاوزت تردعي اللي بي دلوقتي ولا عايزة ناخد بالنا منه نأكله احنا يعني اه في ناس ما بتبقاش قادرة ان هي تأكل بيويد حاجة طبيعية فهم بيدولوا اه اه ده او على حسب هم عندهم ايه في المستشرا اه لو انت قادرة اوكي 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 خلاص انتو وولدتي وارتحتي وكل اللح حاجة بعد ال skin to skin هاي قلولك what will you name the baby what will you name the baby هاتمي بيبي ايه وكذا بيقولك نحن هنحمي so we will give your baby a bath now we will give your baby a bath now هنحمي البابي بعد كذا هاي دهورك تاني it's time to check the baby's blood sugar levels it's time to check the baby's blood sugar levels وقت ده وقت اختبار السكر للبي بيشوكوا كذا كعب الرقل عشان يعملوا التست والبي مش بيحس بحاجة خالص do you need anything do you need anything محتاجة اي حاجة دي كل المستشفى اللي بقى بتقولها do not give your baby to anyone that doesn't have a hospital ID do not give your baby to anyone that doesn't have a hospital ID ما تديش للبيبي الحد او ما تخليش حد ياخد البيبي من القوضة مش لابس كرنين مستشفى ريسورت واسمه لازم تتأكدوا منه عشان تأكدوا منه هو فعلا طبعا المستشفى مش حد داخل كده يعني يسرق الأطفال ولا حاجة it's time to vaccinate your baby do you agree to vaccinate the baby it's time to vaccinate your baby do you agree to vaccinate the baby دوعة التطعيم هل انت موفقا هو يطعم ولا لا do you want me to swaddle your baby do you want me to swaddle your baby عاوزيني ألف الببي اللي هي اللفة اللي بيلفوها دي تبقى من كتفة دستهما بيحبوها الأطفال يعني بيحبوها فتقول لها أو أو لا do you want me to change your baby do you want me to change your baby عاوزيني أغير الببي طبعا تغير الديبر تغير هدومه إيجا حيقة are you having difficulty feeding your baby are you having difficulty feeding your baby do you want a breast pump do you want a breast pump هل عندك مشكلة في الرضاعة عاوزة شفوت اللبن المستشفى يبقى فيها شفوت اللبن وممكن ان انت تستعري وانت أسنع عددك في المستشفى يعني do you want us to take care of the baby while you nap do you want us to take care of the baby while you nap دي يعني لو ممرضة عندها زوء هتقول لك الجملة دي هتحب بي ناخد الببي بتنامي شوية هم ببعا كل شيء هيا روضو يخبطوا عليك إذا عكده يسألوك how many times did you feed your baby how many times did you feed your baby الكلتي كم مرة هما العادي بيقول لك انتي لو هت لو هتدي له لبن صنوعي بيبقى كل ثلاث ساعت وفي ناس بتقول يعني في دكاترة بتقول انه هم مش دكاترة ممرزين عمتنا اللي بيقولوا يعني لو هتضعي طبيعي بقى كل ساعتين بس لو هتضعي طبيعي يبقى هو كده كده بيبقى هتك اكتر يعني ممكن ممكن يجوى كل نص ساعة فهما بيسألوك يعني عمتنا اكلتي كم مرة عشان بيكتبوا في الليستة how many ounces did you pump how many ounces did you pump شفطي لبن قدقي لو انتي شفطي لبن ounces اللي هو الأونس اللي هو زي واحدة في الكيس اللي يسمها أونس how many wet diapers did he have how many wet diapers did he have عمل كم مرة في الحفوض بتاعو we will take the baby for an ear test and bring him back we will take the baby for an ear test or hearing test and bring him back هناخدو نعملو كاشف السماء ونرجعو دي للناس الولدك بيسألوكو did you pass any gas did you pass any gas عملتو أي غزيت في غزيت مرد منكو عشان لازم يكون في غزيت مرد في الجسم عشان تأكدو ان كل حاجة تمام كل حاجة راقعة يتمكنها بيسألوكو على كده وما ينفعش تأكلو غير لما تعدو غزيت عشان برد تأكدو ان كل حاجة تمام فهيقولولك you cannot eat until you pass gas you cannot eat until you pass gas اللي تنضول في الوليدة كويساري بس العادي بتعادي بتاكلي أو المتوليتي بتاكلي عادي براحتك do you need any painkillers do you need any painkillers محتاجة أي مسكنات ده برضو في الاثنين were you able to use the bathroom were you able to use the bathroom عرفت تخش الحمام I cannot remove the ivs until you use the bathroom I cannot remove the ivs until you use the bathroom مش هينفعش للمحليل إلا لما تخش الحمام يجب تعمليها I will push on your stomach now I will push on your stomach now ده كل فترة يضغطوا على البط علشان كل الحاجات اللي جوه تنزل والرحم يرجع مكانه فبيعملوا حرقة دي كتير عشان متتخدوش يعني الميجو تلات الرابط كده منك Would you like to take a shower would you like to take a shower أو تستحمي Would you like us to help you would you like us to help you يعني ممكن يساعدوا كده دخلوك الحمام حديس ندك أو أي حاجة أقولي أو لا Do you need anything for the shower Do you need anything for the shower محتك أي حاجة للشوار بتاعك سواء اعزة شامبو سواء اعزة سواء صبون towel puto Do you need a toothbrush and toothpaste Do you need a toothbrush and toothpaste toothpaste أوزة فورشت سنين وما أقول toothbrush فورشت سنين toothpaste ما أقول you need to start walking you need to start walking لازن تبدأ تمشي your baby lost weight your baby lost weight البابي وزنو نزل دا عادي دا عادي انه هو أول ما بتولد بيتولد بوزن وبعدها كده كم ساعة وزنو بينزل وكبير قاعد ثلاثين فمتتخدوش يعني your baby gained weight your baby gained weight البابي وزنو زيد your baby has جاندس your baby has جاندس البابي عنده صفرة دا عادي دا عادي بتروح you will be released from the hospital after three days you will be released from the hospital after three days طبعا دا مش مش accurate دا مش دا مثال يعني انتو هتخرج هتخرجي من المستشفى بعد الثلاثة ييم ممكن أقل ممكن أكثر دا بس مثال you cannot exercise you cannot start exercising before six weeks or before consulting your doctor you cannot start exercising before six weeks or before consulting your doctor للنسي الوالدك يصري من فرش تلاقي بوريوضو ونت أمينه مقود قبل ستة شهور عشان الخياطة طبعا وي قبل متشوفي الدكتور يعني بعد ستة شهور بتشوفي الدكتور يقولك آه ابداعي لا ما تبداعيش do not lift anything heavier than your baby do not lift anything heavier than your baby متشريش أي حاجة أتقل من البابي ok you can shower and pat your incision with a dry towel you can shower and pat your incision with a dry towel ده برضو مثال آآ على حسب على حسب نوع الخياطة أو على حسب الموقف يعني ممكن يقولك الجملة دي وممكن لأ فلو قالك الجملة دي معناه ان انت ممكن تستحمي وتنشيفي الجرح بالطبطبة مش مسحة بقى بالطبطبي بالرحة بفوت الناشفة اللي جاية برضو مثال change your dressing once a day change your dressing once a day آآ غيري على الجرح مرة في اليوم لو قالك كده تعرف ان انت معناه ان انت هتغيري على الجرح مرة في اليوم لو قالك مثلا every two hours كل ساعتين آآ two times a day مرتين في اليوم أنا حسبوه أقولك كي do not cover your incision do not cover your incision ممكن تقولي ولك ما تغطيش الجرح بطبيع عارف بطبيع لك come back in three days come back in three days تعالي بعد ثلاثة ايام ممكن يبو اثنين ممكن يبو يوم على حسبوه أقولك كي دي الحاجة اللي انت ممكن تقولي هالو بقى so things you can say I need a no pain delivery I need a no pain delivery حوزة وليدة بدون ألم دي للناس طبعا الكويسارين تجد تحستو بحاجة فالناس اللي هاتول الطبيعة وعيزاها بدون ألم ممكن ياخدو الحونا من بردري مش بيحستو بقى حاجة خالص هذا قصدو I need more diapers please I need more diapers please دي بقى الحاجة انتم تطلويها عاوزة حفظات زيدة please يعني من فضلك لقيني بيحب بردو الله ترون دي منها لما نطلب حاجة هنقول please وthank you لما يجيبوها thank you merci شكرا I need more formula please I need more formula please عاوزة لبن صنوعي زيدة I need more wipes please I need more wipes please عاوزة ما ندي المبللة زيدة يعني لما هم كده كده بيدوك حاجة زيد اول ندي بيتولد فلو خلص تنتي لساعدة في المستشفى ممكن تطلو بي تاني I need more cold packs hot packs please I need more cold packs أو hot packs ال cold packs والhot packs دي عاملة زي هي عاملة زي حاجة كده زي كيس كده ببقى مثلا عوارة عن تلق بس التلق ده بيقعد فترة معينة ومش بيسيح وبس بي مش تلق اللي هو بتاع التلق تلق كده نوع تاني والhot packs حاجة بتدي حرارة فحاجة بتدي برودة وحاجة بتدي حرارة لا حسب لو انتو عندكو ألم بقى ظهركوا وإي حاجة فهم بيدوها لكو بيقعدها لكو تصدموها ازاي فلو احتاجتو تاني يعني بتقول له ما عايزين تاني I need another gown please I need another gown please عوزة الروب تاني هو مش روب بمعنى الروب الروب المستشفى اسمه gown الروب العادي اسمه الروب عادي I need help with the baby I need help with the baby محتاجة مساعدة معنى البيبي اي حاجة بقى انت عايزة اي حاجة تقول له I'm in pain I need some painkillers I'm in pain I need some painkillers انا حاسة بقلم عايزة مسكن اي حاجة اغضوها تسألوا عليها is that safe for the baby is that safe for the baby هل دا اللي نهاي اغضو دا امان للبيبي words you will hear words you will hear كلمة تتسمعيها expecting mothers expecting mothers الامهات اللي منتزرة مولود او الحامل OBGYN OBGYN دكتور النساء والتوليد pregnancy test اختبار الحمل pregnant pregnant حامل pregnancy pregnancy حمل positive positive اجيبي negative negative سلبي urine sample urine sample عينة البول blood work blood work تحليل الدم blood sample blood sample عينة الدم vaccines vaccines تطعيمات menstrual cycle menstrual cycle ويعني جاريت ما تاخدوش غيرها غير لو الدكتور قال لكم اخدوا حاجة زيدة ما تاخدوش حاجة زيدة من نفسكم لانه اي حاجة زيدة لو تزدت في الجسم بتضر ممكن تضرك انتي وتضر البيبي فما تزدوش من نفسكم cravings cravings يعني الوحم itchy يعني حاجة بتهرش itchy swollen يعني منتفخ وقالنا weight gain يعني زيدة في الوزن weight gain weight loss weight loss نقصة في الوزن morning sickness morning sickness اللي هو ترجيع بتالحمل بس اللي هو موظر متك بالصبح يعني فهمو عشان كم سمينه morning sickness hemorrhoids hemorrhoids البواثير heartburn heartburn حمودة تمام بتسمعوا crackers crackers اللي هو بسكوت المملح بدأ بي سيعد شوية في morning sickness relax relax استرخي cervix cervix عنك الرحم stretch marks stretch marks علامات التمجد في الجلد اللي هو لما لما بطنك مصنبتك بور بيظهر كده على خطوط هيا دي اسمها stretch marks trimester trimester الحملة متقسم اللي ثلاثة trimester اول trimester اللي هو اول ثلاث شهور اللي في النص اللي هو الثلاث شهور في النص والاخير اللي هو اخر ثلاثة فلما يقولكم first trimester يعني الفترة الاولى second يعني الفترة في النص والthird يعني الفترة الاخيرة umbilical cord umbilical cord يعني الحبل السوري vomiting vomiting ترجية fever fever سخونة pain killer pain killer مسكن natural birth natural birth وليتة طبيعية c-section c-section وليتة كيسرية anesthesia anesthesia bing او مخدر induction induction طال اثناء due date due date اللي هو التاريخ المتوقع في الولادة طبيعي او او لا amniotic fluid amniotic fluid اللي هي المية اللي حوالين البيبي amniotic sac amniotic sac كيس الجنين baby blues baby blues يعني كايبة سواء فطلة الحمل بعد الولادة هاي وقت بريدتقول لهم اللي انتحاس بيها blood pressure blood pressure الضغط temperature temperature درجة الحرارة breach breach ده موقع البيبي لما يكون مقلوب في الطبيعي الروس تبقى تحت ورقلين فوق فلا هو في في موقع breach معنى انه هو رقله تحت وروسه فوق فمسلا ممكن تريد لك هعمل مسلا كايسرية فاتريد فهم ايه اللي بيحصل contractions contractions incubador dilation dilation يعني وسع الرحم او فتحة الرحم فتحة كام قد ايه false labor false labor يعني نظار ولايذة خطأ تبعى حسن انت هتوليذي وتروح يقول لك لا اذا مش ولايذة folic acid folic acid كل الكترة بيقولك لازم تغذي prenatal في folic acid هو دلوقتي اصلا معظمهم فيهم ده علشان بيساعد على انه ما يكونش في تشوهات البابي gestational diabetes gestational diabetes يعني سكر الحمل عايزي بتعلم فيش اي مشكلة الناس الفكرة ان هي هكذا خلاص غالها السكر لا او بيروح بعد الولدة بس تبعوا ونظموا اكلكم lactation consultant lactation consultant استشاري الرضاع premature premature بيطلقوها على الاطفال اللي مولودة بدري يعني مثلا مولود تت شهور مولود سبع شهور بيقوا عليه premature aks full term مولود مكتم يعني كمل كل الفترة بتاعته epidural epidural اللي هو حقنة البنج النسي bleeding bleeding يعني نزيف uterus uterus او womb او womb womb وانت اوه كذا شنو تتلهموا الرحم fetus fetus او embryo embryo الجنين fetal movement fetal movement حركة الجنين stitches 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 الورس التحدي شوه ultrasound ultrasound sonore abnormal abnormal لو قال لكم في حاجة abnormal يعني في حاجة مش طبعية وبرضو ما تتخذوش قوي غير لما يتأكدوا healthy food healthy food اكل صحي لازم تأكلوا اكل صحي drink drink water drink water شوه مياه بحاجة كده على طول شوه مياه exercise رياضة development development النمو placenta placenta المشيما labor delivery او birth labor delivery او birth التالية معاناهم الولادة preterm زي premature بالضبط قبل بس دي معاناها الولادة يعني ولدت قبل المعايد مثلا ولدت شهر الرابع خامس سيدس full term يعني كملت المدة او البيبي كمل المدة skin to skin يعني جلد للجلد يعني الام تمسك ابنها او ابنتها ويبقى الجلد في الجلد مفيش مفيش ردون في النص breastfeeding breastfeeding رضاعة طبعية bottle feeding bottle feeding الرضاعة الصناعية birth control birth control وسائل مناء الحمل hormones hormones هرمونات pimples pimples حبوب كل ده بيروح طبعا dark spots dark spots بقع الغمع في الجسم برضو كل ده بيروح colostrum colostrum اللي هو اللبن اللي بينزل في الاول خلص اللي بيرونه اصفل كده هو ده بقى فيه فيتابينات حلوة واحقة حلوة لجسم اللي بي sweating sweating يعني تعرق pain killers pain killers مسكنات انا بتقاوز قبل كده nipple shield nipple shield ده زي بلاستيكيه كده بتحطيه لما تيكت عشان ما تحسيش بوجع بيتدهارك في المستشفى لو انتي عندك مشكلة فممكن تشتريها من اي حتة water birth water birth اللي هي ولاية داحت الماء دي ناس كتير بتعملها دلوقتي لو انتي بتبقى عادة بني وبتبقى عادة في اللي هو زي الحمام السباح اللي بتنفي ده وتوليذي مش كلة طبعا الحتة بتعملها فاللو عايزيها تسألي بقى فين وقع يعني pain pain constipation constipation امسك blood blood يعني دم postpartum depression postpartum depression يعني اكتئيب ما بعد الولادة وده بيحصل لانتي كتير قوي مش معنى انتي مش طبعية او مش معنى انتي كارها البيبي بس لازم تقولي للدكتور عشان الموضوع ما يزيتش فانه بس ان يتابعك ويتكلم معاك وكده فانزي حاجة طبعية الناس كلها بتحس اه مش كلهم يعني معظم الناس بتحسها لو عندهم مشاكل في الهرمونات وبس كده بتلك الصور اي عشان اخفف شوي عليكم بس واتقوموا بالسلامة باي اشتركوا في القناة